السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هاد البيت غادي نحاول دايما في نماط طلبات العروض المفتوحة. غادي نحاول من خلال هاد البيت نتكلم على واحد النمط من انماط الصفقات العمومية وهو هاد النمط هاد عنده اه واحد الايجابيات اللي هي مهمة فهو اه بمثابة اه واحد النمط اللي كتعتمده الادارة او صحب المشروع باش يحاول اه ينقص من الميزانية دياله ويحاول اه يعني يقوم بتدبير هديك الصفقة حسب اه يعني اه واحد المرجعية اللي هو كي اعتمدها اه اتمينة من خلال السوق ومن خلال اه يعني السنوات الماضية فهو كي اعتمد واحد البخيموية هو اللي كي حدد الاتمنة انتاع الحاجية دياله واحد المجموعة من اه من اللي هو اللي كي حدد اه يعني الاتمنة ديلها وكي يقوم بواحد الاعلان عن اه طلب العرض المفتوح اه اما اه في البلوابة الالكترونية اه للسفقات العمومية او في الجرائد المعتمدة. اه كي قلنا هي كتبقى واحد الحرية يعني المشاركين اه شركات او مقاولين ماش يولجول هاد النوع من من الصفقة لانه ربح ربح. اه بالنسبة للدولة ربحة وبالنسبة لصاحب المشروع عفوا صاحب الصفقة حتى هو كيكون ربح. لان هدي ده خلف لكادر يعني واحد حسن تتبير. ولمات خيز ديال ... ديال لادة ديب اونس kindness هاداك المؤسسة العمومية. وغالب الاحيان هاد النوع من النماط كي كيد déjàر في اه لا ده واحد المجموعة من المؤسسات التابعة للاكاديميات ديالويزارة التعليم او اه واحد المجموعة من المؤسسات التابعة لي اللي تكون لمعاني. فمن خلال هاد نمط اه صاحب المشروع هو الذي يحدده الاتمينة. ثم يقوموا باعلان عن طلب العرض. والمشاركين كيدخلوا لهذا النوع اه من الصفقات. يعني باقتراحهم واحد نسبة. هذك النسبة اما كتكون يعني بالنسبة لذك كين واحد واحد تكلفة لحدتها الادارة. هو اما هذك تكلفة يطلع عليها بعشرين في المياه. او خمستاش في المياه في حدود عشرين في المياه. لان الى تجوزة عشرين في المياه. هناك يكون المآل انتع ذاك العرض اه الاتمينة هو الاقصائي. او لا ذاك المشارك يدخل على ذاك على ذاك الصفقة ذاك وكي ياخدوا بنفس تكلفة. بمعنى زيادة صفر. ما كيزيد حتى شي حاجة كي ياخدوا بنص تكلفة وبالتالي كي يقبل بشروط. اه بنفس الشروط ديال اللي اه صاحب المشروع. اه يعني مقررها داخل دفتر تحمولات. او كي 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 يقترح واحد واحد بمثابة انغابي يعني ناقص ناقص خمسة في المئة وعشرة في المئة حتى كيمشوا حتى الحدود خمسة وشترين في المئة. هو الغرض من اه من هذه العملية. هو الحصول على الصفقة وهد اه الماشي اورابيك. فين كي يكون عنده الايجابي يدي لهم يكون عبارة عن عن حصص. ولكن هو اورابيك وماجوراسيو. اه سوفورم دلو. هدك المقاول او ذاك الشركة كتربح من خلال هاد النمط. وكتستفد او الادارة كذلك. لانها هي التي حددت الاتمنة. وهي التي قامت اه باعتماد هاته الاتمنة. وهدك المشارك هدك السوميسيونير اللي دخل سواء في السوميسيون الكترونيك او عبر الحامل الوراقي. كي يقوم بوحد اه نسبة بوحد الاقتراح دي الوحد النسبة. اما كتكون زيادة او كي يخد بنفس الاتمنة. او كتكون واحد نسبة اه ديال النقصان على النسبة التقديرية وبالتالي كيفوز بالصفقة. وهناك واحد المجموعة من الاخوان ديالنا اللي كي يعتمدوا هاد النمط ديال الصفقات اللي انخسكم تعقلو عليه وتخليوها في اه في يعني امامكم. هو هاد النمط يسمى بالمارشي اه اه وهاد النمط هدا كتعتمدو يعني الادارة لي اه يعني اه ولي اه يعني كيكون حتى من اه مدروس من خلال المرجعية ديال ديال السوق. دونك فاذا اعجبكم الفيديو ديروا لي لايك. واذا كان عندكم شي تساؤل او يعني شي شي توضيحات خليوهلي في اسفل الفيديو في الكومنتر. حاولوا تشاركوا بالقناة والدعموني. وان شاء الله نجيلكم بالمزيد. وفي الحلقة المقبلة غادي نجيب واحد نمط اخر. دايما في اطار اه طلبات العروض المفتوحة. الى هذا الحد اكتفي بالقدر. والى اللقاء في حلقة مقبلة بحلو الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.